أستاذ أحمد بما أننا نقترب من نهاية الموسم على وشك انتهاء الموسم كل أن ده دلوقتي يهما بتتفاوض يهما بتتعاقد يهما بياخد قراراته يهما بيرسم البلان بتاعت الموسم اللي جاي نبدأ بالأهلي لو سألتك في الأهلي مين اللعيبة اللي شايفها حسب معلوماتك أو حسب قرائك المفروض تبقى موجودة في النادي الأهلي الموسم اللي جاي طب همه بيكلمه في 4 سريعاً بقى رقم واحد محمد إبراهيم والكابتر محمود الخطيب بنفسه هو اللي طالب محمد إبراهيم محمد إبراهيم رقم 2 شادي حسين وفي إجماع على أن شادي حسين هو المراجم الأقرب اللي هو موجود في السنة الجاية في النادي الأهلي ولسه في كلام الأحمد ياصر ريان هيتحط تحت الاختبار وفي الحالة دي هيبقى فيه صلاح محسن ومحمد شريف الأقرب ومعهم حسين حسين اتنين من الثلاثة هيخرجوا بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة في حالة أنه هو جوي صفقات زي سيد حسين أو محمد إبراهيم مصطفى ميسي برضو موجود من ضمن الخيارات لكن الأفضل من وجهة نظرهم مش من وجهة نظر أنا يعني أن مصطفى فاتحي يجي وفيه كلام معاه من التعاون في التعاون السعودي حتى معسكر فلندر تقريباً هو ما حضروش وفيه كلام قوي وأمير توفيق معاوضة كلمة التأجير دي هيئة تتقال السبب الدبلوماسي وأمير توفيق متوجه للسعودية هل بقى هيعمل عمره؟ هل هيتفاوض مع قصة مصطفى فاتحي؟ مصطفى فاتحي يرغب في اللعبة في النادي الزمالك مصطفى فاتحي أمل تاريخ كبير جداً في نادي الزمالك لكن مهيل جدًا للعبة في النادي الزمالك ومصطفى أساساً أهلاوي مصطفى اهلاوي؟ أهلاوي أصلاً وكان نفسه يلعب الأهلي من الزمالك أه بس أنا هو ما أسمعه اه بسمعه هو أي حد حد هبيوت أنت تفاوضه هقول لك ان اهليو قصة من اساس. انت بسيب انت بتشوف دي باية ايه ليفاند باية. انت اقول لك انا اهلاوي وطلع لك صورة من الارشيف واحدة تازى بالكاوي واحدة اهلاوي. عندك حمد شريف زمالكاوي. مهو عايز يرجع زمالك. بس. انت النهار دعم انا ما اسمها في حاجات. حمد شريف عايز يرجع زمالك وقعد. وقعد فعلا. انا احمد 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 اهلا. انا اتكلم اللحنة في اصل احنا اهلاوي لبا alliances كله nies اعايش. بالعمل زمالك بلعب فى الاهلاب السبالك بالزبالك